إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاثبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِثْنَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْنِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَفِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَأُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَادِنَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا مَعْنُ خَلْقُنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا فَتَّلْنَا قَالَهُمْ تَبْذِيْنًا إِنَّ هَذِهِ تَبْذِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَلَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَفَابًا أَنِيمًا